السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده مثال على بروجيكت انفورميشن راقار منتل بي اي ار هنا طبعا بنكتب الاسدار بحيث انه ممكن يكون فيه تطوير لان هي ما بتبقاش طرف واحدة يبيعملها لا ده بتبقى الاتفاق بين اكتر من طرف يعني ممكن طرف يكتبها مثلا الاستشاري ويبعتها للمالك فعنده بعض التوضيحات فبيبعتها له فبقى فيه اكتر من اسدار ما بتبقاش كتيرا لان احنا غالبا بنبقى يعني متفين على التنبلات اللي موجود فيها وبقى فيه اتفاق اكتماع كده منتفى على بعض النقاط ويعني مرتين ثلاثة اربعة وكذا دي الاختصارات اللي موجودة بحيث مثلا لما نلاقي كلمة البن بنبعارفين احنا مقصود بها ايه لان مثلا فيه مثلا اي ف سي لها اختصارين او لها معنيين فبنبقى معروف لما تبقى فيه اي ف سي ايه اللي مقصود بها في الورقة ديت هنا مثلا البي اي ار دي المعلومات اللي مطلوبة عشان نقدر نعمل المشروع هنا انتظار راداكشن بنا نبدأ نتكلم على المشروع نفسه وايه اللي مطلوب فيه ودي الدكومنت ستركشور الحية الاسيال اللي هتبقى موجودة دي الانفراستركشور ديليفري ايه الحية اللي احنا متمين بها المشروع تفصيل المشروع طبعا دي خاصة بالمشروع دوت هنا البروجيكت القوار بيم البروجيكتف اللي احنا عايزين خلال بيم احنا عايزين اللوح والربورت وعايزين الاسكادول والكوست بالعين دي الاسد انفروميشن موديل يعني بعد من المشروعيه خلاص هنستخدم الموديل في ادارة المبنى البروجيكتف الاهداف زي مثلا الورك بليس هنا بالنبدأ نلتفق مثلا على حالات مثلا زي الكماند داتا انفرومينت هنشغل بها ازاي من اللي هيبقى مسؤول عنها ازاي نقدر نحسن الكولوبريتف والكولوبريشن والكوردريشن بين الاقسام البراتفورم يعني في بعض الناس مثلا باشصارت ان انت تشغل بلاي فسي بحس يبقى فيه تبادل المعلومات تبقاش فيه اجبار على برنامج معين الشغل برنامج انت عايزه بس المهم تديني الموديل زي ما نعايز الديزاين والكونستركشن نساء نحن نطور فيه ازاي نحن نستخدم البنم فيه النواية تحسن يعني الفكرة بشو نحن نستخدم البنم الفكرة ان احنا نوفر فلوس ونحسن الشغل بتاعنا وهي اهم الحاجات اللي احنا محتاجين نستخدم البنم فيها هنا بقى نشوف البنمكشن بلاين لما هنعملها ايه الوصائق اللي احنا نستخدم فيها هنستخدم انا وصائق اللي اعتمد عليها هنعسيب لكم الوصائق او الورقة دي تحت الفيديو في الوصف بحيث ان لو حد عايز ان هو يطلع عليها هنا بمضوع الاسبلت ايه اللي هيبقى مطلوب فيه هل مثلا مشترط laser scan او كده requirements في البنمكشن بلاين rules يعني مثلا لو فيه pin manager هبقى مسؤول عن ايه لو فيه disable model manager هبقى مسؤول عن ايه المودل element authors كل حد مسؤول عن ايه ايه المطلوبة بتاعته ولو فيه meeting هبقى عبارة عن ايه يعني البنمكشن بلاين مثلا هبقى فيه meeting بعد ما نعرف هين شركة اللي هتاخذ المشروع المودل federation and coordination quality control ازاي نتاكد ان المودل ده كويس software اللي هنشغل بيه يعني هنا هو مشترط ان هو يكون open beam نستخدم building smart ifc common data environment ومقسمة بقى work in progress وبعد كده ده ده اللي انت بتشغل فيه ومحدش شايفه خلص غير انت وبعد كده تحطه في shared وبعد كده تسحب linkات وبعد كده لما تجي تطلع برا بتحطه في publish وفي كل فترة بتاخد مجموعة من الملفات تحطها في الarchive كنوع من backup دي طرية التسبيع اللي هنتفع عليها ايه بقى كل stage ايه الحاجات الاسسية اللي هتبقى موجودة فيه ولا هتدينا الملفس الاصلي ولا هتدينا الPDF ولا هتديناه من standard format في كل واحدة بيبدأي يقولك ايه الحاجات المصروفة ترجمة نانسي قنقر